أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة الجوف لواء أمين العكيمي للإطلاع على المستجدات الميدانية وما يسطره الأبطال من بطولات في مواجهة الميليشيات الإنقلابية وعبر نائب الرئيس خلال الاتصال عن شكره لمحافظ المحافظة وأبطال الجيش الوطني وقياداته ومنتسبيه وجميع مشائخ الجوف وأبناء قبائلها الأحرار الذين يسطرون مواقف مشرفة في مقاومة ومواجهة طويان واعتداءات الحوثي على المحافظة وأكد نائب الرئيس بأن الجوف التي تمتلك رصيدا نظاليا في الوقوف مع الثورة والجمهورية ترفض اليوم مشاريع الموت الحوثية الإيرانية وتقف صفا واحدا لمواجهة هذا الصلف وتناظل لاسعادة الدولة اليمنية وتحرير المحافظة وقدم محافظ المحافظة تقريرا موجزا عن سير المعارك والمهام القتالية وما يسطره الأبطال من ملاحمة لصد همجية الحوثي واعتداءاته مشيرا إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة